موسيقى ألتقيكم من جديد في حلقة جديدة من صدى الأقلام حيث نتصفح فيها أبرز ما جاء في الصحف العالمية والعربية والمحلية لكن بعد فاصل قصير أهلا بكم والبداية من صحيفة القاردينيا حيث نقرأ فيها جاء نقرأ مقالا بعنوان أزدل الستار وانتهى السرق للكاتب موفق الخطاب يقول فيه الخطاب ما حجث من اختراق للأجواء الإيرانية من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي وقصف عدد من مواقع إيرانية محدودة دون أن يكون هناك أي دور فاعل للدفاعات الجوية الإيرانية المتطورة من S-300 و S-400 التي تمتلكها طهران يثير الفضول والريب معا والطيران الإسرائيلي في هذه الأثناء يجوب سماء إيران لساعات طوال وكأن القوم في سباتهم يعمهون كما يقول المقال وقلم الكاتب وفي هذه اللحظات والآونا مرت الجولة وكأنها حدث عادي بل حتى لم تؤثر على حركة الملاحة الجوية والبحرية وأكثر ما يمكن توصيفه هنا بأنها تؤثر على حركة الملاحة الجوية والبحرية وحركة الطيران في إيران وأكثر ما يمكن توصيفه بأنها تحريكية ذكية لقطعة شطرانج فما هي كانت نتائج هجوم الكيان الصهيونية تساءل المقال والكاتب على المواقع العسكرية الإيرانية وأشك يقول بأنها مؤثرة والتي لم يفصح عن معالمها من الجانبين الإسرائيلي والإيراني عن مواقعها ولا خسائرها وأغلب الظن أنها جاءت منسقة لقد انتصى النظام الإيراني كالعادة الضربة ولا أتوقع أن يكون له ردة فعل جديدة وبذلك أزدل الستار على مسرحية المواجهة بين إيران والكيان ومعهم محور المقاومة والممانعة الذي سيصبح قريبا من الماضي بعد تحييد حزب الله وترسانته وتصفية قياداته وانكماش الميليشيات وتواري قادتهم عن الأنظار والتي لم نشهد منها إلا جعجعة في خضم هذا التصعيد وربما سنشهد بعيد الانتخابات الأمريكية القريبة فصلا آخر من تنفيذ المخطط الصهيوني يتمثل بتوسعة رقعة الحرب في لبنان وبقصف مقرات الميليشيات وتصفية قادتهم وبعض قادة الحرس الثوري الإيراني المتفقي عليهم مسبقا والتخلص منهم لانتهاء خدمتهم وانكفاء إيران عن سوريا ولبنان ولن تندلع حرب مفتوحة بين طهران وتل أبيب كما يتأمل البعض ويذهب آخرون بعيدا بإزاحة نظام الملالي الذي مزق الأمة وتفوق على إسرائيل في مهمته فكلاهما وجهان العملة واحدة في تمزيق الأمة العربية ومحاصرتها فبعد هذا الرد الصهيوني الباهت فقد أصبح واضحا للعيان أن العداء بينهم ضحك على السذج وهو مفضوح وواضح وجلي ولا ينخذع به إلا جاهل إلى صحيفة الميثاق الوطني العراقي التي نشرت مقالا بعنوان الاقتصاد العراقي بمواجهة فوهة المدافع وصفعة العقوبات الساخنة للكاتب عمر الحلبوسي يقول فيه الحلبوسي لم يعد يخفى على أحدنا أن حجم الصراع الجيوسياسي الحاصل في المنطقة والذي أخذ بالاتساع في رقعته بشكل كبير وصل إلى مرحلة الأضرار المتعددة وأخذ أبعاد كبيرة واسعة ستعيد تشكيل المنطقة من جديد على وقع قنابل الطائرات والعقوبات فمن ينجو يقول سؤال وجيه من القنابل تتلقفه العقوبات التي هي أشد وقعا على البلدان من الصواريخ والقنابل التي تقتل عددا معينا لكن العقوبات تختل أجيالا حالية وتكدر عيش الأجيال القادمة كذلك في ظل تصاعد حدة الصراعات التي وصلت إلى ذروتها فما تقوم به أطراف أمريكية بالتحديد بالتحرك نحو توسيع دائرة العقوبات الاقتصادية والمالية على العراق قد أضحى واضحا للعيان جدا والأمر لا يقتصر على مؤسسات القطاع الخاص والأفراد بل أصبح يهدد المؤسسات الحكومية التي استغلتها إيران بشكل كبير بمساعدة أحزاب وميليشيات حاكمة جعلت من مؤسسات العراق مظلة تستغلها إيران للتخفيف عن نفسها من العقوبات الاقتصادية الأمريكية الحصول على الدولار وقطع الغيار والأجهزة التي تستورد على أنها لمؤسسات عراقية وتدفع هذه المؤسسات قيمة هذه الأجهزة والعقود وعند وصولها للعراق تسلم هذه الأجهزة والمعدات إلى جهات ميليشيوية لتهربها إلى إيران فقد أضحى مؤسسات عراقية مثل وزارة النفط والنقل والصناعة والمالية والاتصالات وغيرها في مرمى العقوبات الأمريكية التي جمعت كافة الأدلة التي تثبت تورط هذه المؤسسات والأحزاب الماسكة لها بعمليات التحايل على العقوبات الأمريكية لتزويد إيران بكل المتطلبات التي تحتاجها فضلا عن عمليات تحايل مالي لتزويد إيران بالدولار وهو ما يدخل ضمن الجرائم المالية التي تستنزف أموال البلد لصالح إيران وهنا تعرض العراق إلى أكثر من خسارة الأولى استورد أجهزة ودفع ثمنها ثم سلمها لإيران والثانية تزويد إيران بالدولار على حساب تضرر العراق والثالثة فتح باب الاستغلال للمؤسسات الدولة وعرضها للاستهداف الأمريكي والرابعة تعرض أموال البلد في الفدرالي للخطر مما ستجعلنا نعاني الأمرين في ظل أحزاب وميليشيات تغامر بالعراق وشعبه ومؤسساته خدمة لصالح إيران وإلى صحيفة صوت العراق حيث نشرت مقالا بعنوان الأخطاء الطبية جرائم صامتة تفتك بالفقراء الكاتب راجي سلطان الزهاري جاء فيه الأخطاء الطبية واردة في كل دول العالم باعتبار أن الطب مهنة وسمة إنسانية في نفس الوقت لا تجارة وسمسرة فيها وتسليب متفق عليه ما بين ثلاثية الطبيب والصيدلي والمحلل عن البعض وقطعا تلك الأخطاء الطبية يقول الكاتب لا علاقة لها إطلاقا بالإهمال الذي يعتبر صاحبه مجرما بلا سلاح ويضيف الكاتب قائلا إن ما تشهده محافظة الذقار وبالتحديد في مدينة الناصرية العراقية انتشارا واسعا للأطباء الذين تتنوع خبراتهم ومؤهلاتهم كذلك وتضيء آلاف القطع الملونة التي تعلن عن أطباء حصلوا على شهاداتهم من دول مرموقة مثل لندن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المدن الأخرى ولكن رغم هذه الشهادات الرفيعة يتساءل الكاتب يفتخر الكثير من هؤلاء الأطباء إلى الخبرة الكافية ما أدى إلى وقوع العديد من الأطباء وفي الأخطاء الطبية التي أثرت بشكل سلبي على حياة المرضى المساكين وبشكل مباشر وجلي وواضح تتعدد الأمثلة على تلك الأخطاء الطبية حيث دخل العديد من المواطنين المستشفيات لإجراء فحوصات بسيطة أو عمليات جراحية صغرى إلا أن بعضهم خرج منها جثة هامدة بسبب أخطاء طبية قد تكون ناجمة عن قلة الخبرة أو الإهمال وما يحدث في مدينة سوق الشيوخ بالناصرية يعكس وضعا أكثر تدهورا إذ تتطلب أبسط الحالات الصحية تكاليف ضخمة بالإضافة إلى ذلك تعامل بعض الأطباء مع صيدليات محددة حيث لا يقبل الطبيب صرف الأدوية إلا من صيدلية معينة وهو ما يثير تساؤلات حول العلاقة بين الأطباء وأصحاب الصيدليات وكذلك مختبرات التحليل يطرح هذا الوقع المقلق تساؤلات جدية حول مدى فعالية الرقابة على القطاع الصحي في العراق فهل هناك رقابة حكومية أو إجراءة قانونية صارمة لمحاسبة الأطباء الذين يرتكبون الأخطاء الطبية؟ طيب ألا يتطلب الأمر إعادة النظر بقبولات الجامعات المسائية والأهلية؟ وماذا عن الرقابة على بعض الأطباء من ذوي النفوس الجشعة والعقول التي ترى نفسها أرقى مستوى من بقية البشر فالعراق بحاجة ماسة إلى نظام صحي أكثر شفافية وعدالة ومتابعة وإلى صحيفة القدس العربي حيث نشرت مقالا بعنوان الصراع مع إسرائيل واضمح لال مفهوم الهدنة للكاتب وسام سعادة جاء فيه الفارق بين الصراع العربي الإسرائيلي التأريقي وبين شكل الصراع الذي وجدت إليه منطقة الشرق الأوسط منذ هجمات السابع من أكتوبر من عام 2023 وما تلاها من حرب إسرائيلية بمنحة إبادي متواصل على غزة وشعبها هو أن الصراع العربي الإسرائيلي ما عرف الحروب في سجله الطويل إلا كزمن متقطع تماما سواء ضمن الحروب الحرب الواحدة بالأحراء بين هدنة وإيام حربية أو ما بين حربين متتاليين في المقابل الهدنة الوحيدة التي شهدناها منذ هجمات السابع من أكتوبر كانت وقف إطلاق النار لبضعة أيام فقط لا أكثر لينفاذ صفقة جزئية لتبادل الأشراء ولم تعرف الحرب ولا سواء على غزة أو خارجها حتى من وقف إطلاق النار منذ ذلك الحين والتأريخ مثل ما لم يعرف حتى لحظة لما يعرف بالشرعية الدولية حياة إزاء هذا النزاع المستعر المستمر كثيرون يقارنون مصاب غزة اليوم بالنكبة الفلسطينية الكبرى مع هذا زمن النكبة كان زمن الحرب المتقطعة بامتياز بعد أقل من شهر على إعلان قيام دولة إسرائيل كانت الهدنة الأولى بينها وبين الدول العربية المشاركة في الحرب عليها فسمحت الهدنة الأولى لإسرائيل بالتقاط الأنفاس من بعد تدفق الجيوش العربية إلى فلسطين وبطعويض النقص في الذخيرة والأعتدة وبالاستفادة من ظروف الحظر الدولية لبيع الأسلحة لطرفين نزاع أما في الحرب الحالية وفي ضوء المعطيات فإن عدد القتل لا يقل عملياً عن ستين ألفاً حتى الآن فيما سكان غزة يجبرون مرة على الانتقال إلى جنوب القطاع ومرة إلى شماله ويظهر على نحو جلي هدف إلحاق عطب ديمغرافي مزمن بالمجتمع الغزاوي والحرب تتماذى وأدبيات وقف إطلاق النار والتهدئة على هوامشها تتحول يوماً بعد يوم إلى مسخر مقارنة بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وتبدو كحرب متواصلة بامتياز في مقابل هدنة أولى وثانية ثم هدن متفرقة في حرب ثمانية وأربعين وتسعة وأربعين وتسعة أيام قتال في حرب ستة وخمسين وأيام ستة في حرب سبعة وستين وأقل من ثلاثة أسبع في حرب أكتوبر وإلى موقع الجزيرة النت الذي نشر مقالاً بعنوان لماذا أدارت أمريكا الهجوم الإسرائيلي على إيران بحذر تام سوان وجيه للكاتب ساري عرابي جاء فيه جاء الرد الإسرائيلي وعلى الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة في الإطار الزمني المتوقع أي بعد انتهاء الأحياد اليهودية تماماً وقبل الانتخابات الأمريكية وبالرغم من الصخب الإسرائيلي الذي اتبع الضربتها الإيرانية من قبل إسرائيل حيث أرادت إسرائيل استثمار هذه الحادثة في تعزيز ضربتها المتوقعة لإيران رداً منها فإن الرد الإسرائيلي بالفعل كان أقل بكثير مما قاله جالانت في معرض حديثه وزير الحرب الإسرائيلي فيما صلح الإسرائيليون أنهم ضربوا عشرين هدفاً عسكرياً إيرانياً شملت منشئات لإنتاج الصواريخ الباليستية وعدداً من أنظمة الدفاع الجوي وقواعد إطلاق الصواريخ والمسيرات كذلك في حين أن الدعاية الإيرانية بدورها نفت أن تكون إسرائيل قد تمكنت بالفعل من ضرب هذا العدد الهائل من الأهداف قائلة إن أنظمة دفاعها الجوي تصدت بكفاءة تامة للهجوم الجوي الإسرائيلي مما جعل خطة إسرائيل تفشل رغم من هذا التعارض في الدعاية بين الطرفين بحيث لا يمكن في الأفق الراهن تبين الحقائق المادية على الأرض فإنه يمكن الخروج في مجموعة من الخلاصات السياسية بمقاييس الربح والخسارة فلا يوجد اختلاف داخل إسرائيل على تقييم الرد الإسرائيلي من جهة محدوديته لكن الاختلاف حول أهدافه ومغزاه السياسية فيما قال بعض الإسرائيليين إن نتنياهو أضع فرصة تاريخية لتوجيه ضربات أكثر عمقا لإيران تشمل أهداف حيوية واستراتيجية الأمر الآخر أن المزاعم الإسرائيلية عن تدمير كبير لمنظومات الدفاع الجوي الإيراني يجب أخذها بحذر كبير والتعامل معها بوصفها دعاية لا بد منها مدام أن إسرائيل قد نقلت لإيران عبر قنوات خلفية الطبيعة العامة للأهداف التي سوف تضربها ما يعني أن الرد الإسرائيلي اندرج في إطار قواعد الاشتباك التي اصطنعتها إيران لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا أن إسرائيل قادرة على الوصول لأهدافها في هذه المدن الإيرانية وأن هذه الضربة كانت تمهيدا لما يمكن أن يكون أكبر أحداث هذه الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الشتوي وزواره من هوات التزلج مع بدءه طول الثلوج مبكرا بمنطقة شرق البحر الأسود هذا ويقع منتجع التزلج الذي أعلن مركزا لسياحة الرياضات الشتوية عام 1991 وواحد وتسعين ضمن حدود منطقة تورول بالولاية ويضم المركز مسارين للتزلج بطول ثمانمائة وستمائة متر حيث يبدأ موسم التزلج في كانون الأول ويستمر حتى نهاية آذار من كل عام نتابع الآن وإياكم فيديو اليوم كانت تزل كبيرة 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 بالنسبة لشبابنا بحيث أنه يعني أخدوهم بدون أغطية بدون ملابس طبعا كان عبارة عن أنه يعني ما حصلت في بتاغر ملاقنا إلا على الباب بلش يطلع على طابق الجراحة الجديد طبعا منع أي حدا يفوت على طابق الجراحة بعد ذلك حصلونا تحت قلياتنا في الاستقبال حصلنا ننجل المرضى ونحطهم بالاستقبال بعد ذلك بعت للدكتور حسامة أساس أنه يطلع الحالات المصابين لكن اللي بيقدروا يمشوا على رجلاهم ما بين طبعا ملاكبين القصرة وما بين ملاكبينش استيتيوب وسنترلاين ما كانوا قادرين بكاتا حتى يعني عندهم بليدنك داخلي ما كانوا قادرين أنهم يمشوا حتى لمسافات طويلة تم وصاب إليه أيام قليلة لكن مع ذلك أصروا أنه يطلع خيرا على الأخدام ثاني يوم وصبح حصرونا كلنا تحت صاروا من جميع الاتجاهات يعني الكواد علينا القنابل النارية القذائف بحيث أنه طلعوا كل النازحين اللي هنا ما بين طبعا ما بين الرجال ما بين النساء طبعا فصلوا الرجال لحال وفصلوا نساء لحال كان من ضمنهم أن الرجال يصفوا طبور رحال ونساء طبور رحال طلب الدكتور حسام للمرر خامسة أيضا وقال له طبعا أنه يطلع الكوادر الصحية الفئة الشباب طبعا فطلع الكوادر الصحية من المستشفى وأخذوهم طبعا بطريقة الظون لكتير كتير كتير سيئة كانت لإلهم بحيث بدون ملابس أيضا وما يقارب سبعين ممرض طبعا من عنا من هنا وطبعا أخذوهم على العياد الخارجية وبدأ يدمر وإحنا كل أياتنا كنا ممرضات لحالنا في المستشفى بدون أي كادر صحي إلى اللقاء اشتركوا في القناة